تجاوز عدد قتل زلزال الـ 500 شخصا حتى نهاية الأسبوع وانحسر تجهود الإنقاذ وفي الوقت نفسه دراب زلزال جديد بقوة 6.1 درجة قبلة سوحل الإكوادور أمس الربيعة ما أتى إلى النشر الزعر من جديد هذا لم يتسبب زلزال الجديد في أي إدرار أو إصابات ولكن احتزت الأرض بقوة في منتصف الليلة ما دفع بسكان للحرع إلى الشوارع مسؤولين في منتجع بادر نالس المدمر وقد ارتفع تحصلة قتل زلزال الذي وصلت قوته إلى 7.8 درجة يوم السبب الماضي كما أجل عمال إنقاذ السكان المحلي وقال رئيس الإكوادوري رافايل كوريا إن العدد الرسمي الذي تم تسجله بلق 525 قتل و5733 جريحا و113 آخرين ما زالوا في أعداد المفقولين كما علن رئيس أنزيرة ضريبة مؤقتة وإصدار سندات جديدة محتملة لتمويل عدد الإعمار التي ستكلفهم حتما مليارات دولارات